شكراً بشو عم بتفكري؟ معرف إنك عم بتفكر بالشي نفسه القدير بس يلي بيعرف كيف بدنا نصلح الموقف مرت أخي؟ وين هو أخي؟ جاية أنا رح أفتح شو هاد؟ هاد باسم AVM شو هو؟ ما بعرف، الظرف مسكر فتحي وشو فيه؟ إيه؟ أعطيتيني الإذن، بس لأسأل آهان فتحي، بكل الأحوال آهان ما بيمنعك تعملي شي معك حق ستة آهان، وصلك هذا الظرف فتحي فتحه أنت هاي الوراق لشو؟ شو فيه؟ شو مكتوب فيه هون؟ ولا شي مكتوب إني موظف عنده للمدام سافيتري لمدة ستة شهور كاملين هاد بيعني إني لازم أشتغل عنده لمدة ستة شهور وإذا ما عملت هيك وقتها رحت الرفع قضية ضده يعني لازم كونها بتعملي بس لو أعرف ليش هيك عم بيصير معي من ورع الشي كله شو ياللي بدت تعمل سافيتري بعيدتي؟ اترجعك يا قدير دعمني شوي يمكن ياللي عم أهمي يكون غلط بالنسبة لـ AVN بس أنت بتعرف إنه مو غلط أنا ما قدرت اجتمع بأمي بس أكيد رح خلي اجتمع بأمي ورح اكشف حقيقة ستي قداميك بترجعك يا قدير وأثمعي ما في ولا ورقة بالعالم ممكن تجبرني يصير عبد عندهك مرأة وحياتك هالعقد لا ينحرق هذيك المرأة مفكر حالة أنا ربحيت بس مستحيل تربح لأني ما فيني يخسر أخي انت ليش هيك مع الصيد؟ المرأة بعتتلك رسالي مشان تشتغل انت عم ترفض معقول؟ كارتيك الموضوع مستهد مكتوب بالعقد إنه أهان لازم يشتغل معه لمدة ست شهور ما بهمني العقد أبدا يا إشكي بتعرفي شو؟ هذيك المرأة ما بتعرف إلا تخدعنا هي متعودة على الكذب والخداع كانت بدي تترك أبي لهيك خدعته وهلأ خدعتني لتتقرب مني تخيلي يا إشكي مرأة فيها تترك زوجها وولادها وعائلتها الحلوة كرمال زلمة غني كثير معه مصاري منشوب كوي نحل إنساني يلي كان معه هو نفسه هاد الزلمة؟ طيب إلي الشغلة؟ إذا تركتكن كرمال المصاري فليش بده ترجع هلأ؟ وإذا كانت طمعاني بالمصاري، ليش عم تحاول تساعد شركتك وتدعمه؟ معقول يكون معه معه مصاري ولهيك رجعت لهون؟ بس كان مبين عليهم إنهم أغنياء كتير ومو بحاجة حدا أبنه هادي اللي ما عم بقدر أفهمه أبداً كيف سافيتري عملت هالحيلة لتوصل لأبناء؟ سافيتري اللي كانت ترجف لما تشوفني ويلي خليتها تقضي حياتها بالمصحة العقلي ومع المرضى والمجانين معقول اليوم بده تواجهني؟ كيف هيك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات، يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها لمشاهدة المزيد من الحلقات، يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها